اشتركوا في القناة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عباد الرحمن أحمد الله حق حمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون حمده يفتح أبواب العطاء ويجيب المزيد من الفضل كما أنه يدرك به العبد ورضى ربه جل في علاه فاحمدوه على كل إنعام تنالوا منه المزيد من الفضل وتدركوا رضاه فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرمة فيحمده عليها فله الحمد من السماء والأرض ومن الأماشاء من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من عباد الرحمن عباد الرحمن ذكر الله تعالى من صفاتهم ما يبين كريم خصالهم وطيب معدنهم وبهاء مظهرهم وجمال بواطنهم فقد جمع الله لهم من الكمال في الظاهر والباطن ما جعلهم أهلا للاختصاص والفضل أهلا لأن يضيفهم الله تعالى إليه فهم عباد الرحمن أضافهم إليه إضافة تفخيم إضافة تشريف وتكريم إضافة توقير وإجلال إضافة إشادة بما كانوا عليه من صالح الأعمال فهنيئا لمن انضم إلى سلكهم وهنيئا لمن تخلق بأخلاقهم ربنا جل في علاه ذكر من خصال هؤلاء جملة من الخصال وقد ذكر في غير سورة الفرقان من خصالهم شيئا كثيرا لكن اللافتة في النظر أن الله عندما ذكر عباد الرحمن في سورة الفرقان ذكر في أول خصالهم فقال وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما عجبا أن تذكر هذه الخصلة قبل سائر الخصال التي هي من أصول خصال وصفات عباد الرحمن إن ذكر هذه الخصلة يلفت الانتباه إلى تحقيق هؤلاء لمعنى ما آمنوا به وللإسلام الذي دانوا به فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهؤلاء قوم سلم الناس من أعمالهم فلم يدركوا شرا من أعمالهم كما أنهم لم يصل إلى الناس شر من أقوالهم بل هم سلام وسلم لكل من عاشرهم وعاملهم هذا هو ما يتصف به عباد الرحمن لذلك قال الذين يمشون على الأرض هون عندما تذكر هذه الآية قد يتبادر إلى الذهن أن مشية عباد الرحمن مشية تماوت وضعف وتأخر في السير وهذا ليس بوصف أهل الإيمان الذين قال الله جل وعلا في شأنهم يا أيها الذين آمنوا إذا نذير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إنما المقصود بالهون هنا ليس بطء المسير وليس أن يكون الإنسان في مشيته متماوتا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا في مسيره حتى إنه يتعب من يسايره من أصحابه لنشاطه وقوته في مسيره صلى الله عليه وعلا إنما الهون هنا هو في حالهم ومظهرهم وتواضعهم لله عز وجل وخفضهم الجناح للناس فليس أهل تبختر ولا كبر بل هم سالمون مما ذكر الله تعالى فيما نهى عنه أهل الإيمان ولا تمشي في الأرض مرحة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة فسلموا من هذا الوصف وهو مشية الكبر والخيلة مشية العلو والزهو مشية التبختر التي تعكس ما في القلب من تعظيم الذات تعكس ما في القلب من رؤية النفس حتى عمي عن ما حوله ومن يحيط به فلم يرى إلا نفسه لذلك كان أهل الإيمان على نقيض ذلك فهم أهل خضوع ودل لأن الله تعالى أمر أهل الإيمان بالتوابع فقد جاء في الصحيح من حديث عياذ بن حمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن توضعوا هذا النص على هذه الخصلة وإضافة الخبر بها إلى الوحي مما يدل على شريف مقامها وأنها سمى سمى واسخصلة عالية يرتفع بها الإنسان ويسمو بها عن الرذائل والقاذورات في السلوك والأخلاق إن الله أوحى إلي أن توضعوا وهذا التوابع له حد حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد لأن خلاف التوابع هو الكبر والكبر يحمل على الخيلة يحمل على التفاخر يحمل على التنقص للآخرين يحمل على البغي فلذلك السلامة من هذا كله أن يحقق الإنسان والتوابع لله عز وجل في منطقه التوابع لله عز وجل في منظره التوابع لله عز وجل في معاملته التوابع بخفض الجناع لأهل الإيمان فقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعليه فقد أمر الله تعالى المؤمنين ومن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جعله خافض الجناح فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غريض القلب لم فضوا من حولك فكان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع لأصحابه وكان يخفض الجناح لهم كما أمره الله تعالى في قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين من الضروري أيها الأخوة والأخوات أن نعلم أن التواضع لا يتعلق بصورة الإنسان في زيه و ملبسه إنما التواضع في حقيقة أن لا يرى لنفسه على غيره فضلا هذا هو العنوان الذي إذا تحقق في قلبك فإنك من المتواضعين ولو ركبت أفضل المراكم ولو لبست أفضل الملابس ولو ظهرت بأهبها المناظر فإنه لا يكون التواضع إلا بخلق يتحلى به القلب و شعور يسكن في النفس أنه لا فضل لك على أحد و إنما أنت فيه من الفضل في ملبسك أو منطقك أو رأيك أو نسبك أو بلدك أو حالك إنما هو فضل الله عز وجل الذي تفضل به عليك فلا يستدعي هذا أن ترتفع على الخلق بل المطلوب هو أن تتواضع على الخلق فكلما زادك الله فضلا فزد تواضعا فإن التواضع يجلب خيرا كثيرا و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم و ما تواضع عبد لله إلا رفعه هذه معادلة عكسية زد في التواضع تزدد في العلو والارتفاع و العكس كذلك كل ما على الإنسان وتكبر كان في انخفاض و نزول و لذلك احرص على أن تتواضع لا ترى لنفسك على غيرك فضلا ما من الله به عليك اشكر الله عليه لكن لا تتكبر به على الخلق و لا تتسم به على الناس لا في قولك و لا في مشيتك و لا في عملك و لا في حالك و لا في نظراتك بل كما قال الله تعالى و لا تصعر خدك للناس و لا تمشي في الأرض مرحا إن المؤمن يتخلق بهذا طلبا لما عند الله و تكميلا لنفسه و المتكبرون هم أشقى الناس في الدنيا و الآخرة لأنهم في عناء نفسي و ضيق لا ينتهي بموتهم بل في الآخرة ينعكس علوهم و كبرهم إلى صغار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كذر يطأهم الناس بأقدامهم و تأمل هذه الصورة هم علوا و ارتفعوا على الناس في الدنيا فكانت حالهم في الآخرة أن انخفضوا فحشروا على هذه الصفة التي يطأها الناس بأقدامهم فلا يؤبه لهم ولا ينتبه لهم و لذلك احرص أن تكون من المتواضعين فكلما ازددت تواضعا لله عز وجل متواضعا لعباد الله ازددت علوا ورفعه قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم و ما تواضع أحد لله إلا رفعه و أنت عندما تعامل الناس معاملة ترجو فيها عطى الله و ثوابه سهل عليك أن تقدم الإحسان و البر لأنك ترجو العطاء من الفضل و الإحسان الذي يعطيه على القليل الكثير تواضعوا لإخوانكم و لينوا في أخلاقكم و احتسفوا الأجر عند الله فتلك خصلة من غصال عباد الرحمن جعلني الله و إياكم منهم إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم عباد الرحمن أستودعكم الله الذي لا تغيب و داعه والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته عباد الرحمن من هم عباد الرحمن؟ و ما أوصافهم في القرآن الكريم؟ كيف نصبح من عباد الرحمن الصالحين؟ و ما أبرز صفات عباد الرحمن؟ و عباد الرحمن و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما و الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما شكرا شكرا